أنا رأيي نحن في مخاض نصر حتمي ما في خيار تاني نحن في مخاض نصر حتمي مش فقط لأن المقاومة كما قال سماحت السيد أنه كل الاحتمالات مفتوحة كل الخيارات مطروحة والعين على الميدان وأن التطورات في غزة والتطورات في تعامل الاحتلال مع المدنيين هي التي سوف تقر متى تصبح الاحتمالات المفتوحة على الطاولة طيب يعني أنه حتى اللي بده يقول يا خي فرضا فرضا أنه المقاومة بغزة ما أدرت ما رح حدا يترك الأمور توصل إلى هذه اللحظة ساعتها ستقلب الطاولة في المنطقة وبالتالي رحين عن نصر الحتمي كيف مشلتوها وكيف مقلبتوها المخاض الذي نحن فيه إما ربحهم بالنقاط وإما ربح بالضربة القاضية ما في شي تالك على الإطلاق من هون لازم نحن نقطة ننتبه له بالخطاب الإعلامي أنا بدي حاول أركز عليها مع كل الزملاء لأنه بسمع نقاشات محكومين بالاستقراء النمطي لما يدير عبره الغرب حروبه أنه مؤسسات وأنه إعلام في خطاب صناعة خطاب وبيحددوا لكل مرحلة خططها هل هذا علامة عافية يجب أن نستعيرها؟ أنا رأيي هذا أمر جدير بالنقاش لأنه نحن في المقامة العسكرية واضح أن المقامة العسكرية لا مركزية أنه عندها مهمة مشتركة لكن هي لا مركزية واضح أن المقامة العسكرية أيضا متنوعة وواضح أن المقامة العسكرية في جزء كبير منها متطوعين وواضح أن هذه المقامة العسكرية أيضا تتوسع بالمقامة الإعلامية والثقافية والفكرية قبل حرب الطوفان كان فيه نقاش إذا خطوا أنت وقلت أنه بالإمكانات المتواضعة قادرين على إلحاق الهزيمة بالآلة الإعلامية العملاقة كما أن المقاومة الشعبية العسكرية استطاعت إلحاق الهزيمة بالآلة العسكرية العملاقة كان يطلع ميت واحد يناشك أنه بالإعلام غير الإعلام بده إمكانات الإعلام مؤسسات الإعلام كذا وبالتالي جاء الطوفان بمن ربحنا حرب الرواية في الغرب ربحناها سواء كانوا أماركان اللي بدأوا لأنه ممكن واحد يقول لك لا مش الشباب والصبايا الفلسطينيين اللي بعتوا الفيديوهات وبعتوا التغريدات هذا هو كويس مين مكان اللي بدأها بدأتها مقاومة شعبية بإمكانات متواضعة مقاومة شعبية إعلامية انتصرت والله ما انتصرت على الآلات الإعلامية انتصرت على السي أن أن وعلى الفوكس وعلى اليورك تايمز واجبرتها على سحب الخبر اللي بيحكي عن رواية نتنياهو حول ما جرى في غلاف غزة من اغتصابه وحرق أطفاله إلى آخره واعتزرت والله ما اعتزرت بايدن وحول حاله لحكواتي انتصرت عليه والله ما انتصرت عليه الرواية والليبراسيون والليموند والجارديون والساندي تايم ما بدي تستثني حدا والبي بي سي وكل من جند كل الآلة الإعلامية الغربية بشو انتصرت عليها إذن هذه التجربة تقول أنه لا فيه إمكانية للمقاومة الشعبية الإعلامية أن تنتصر على الآلة الإعلامية العملاقة كما ثبت في الميدان العسكري أن المقاومة الشعبية العسكرية تستطيع أن تنتصر بإمكانات متواضعة على الآلة العسكرية العملاقة للعدو عظيم هل انتصرت لأنها أشد تنظيما؟ للي عم بيطالبونا أنه لازم يكون في مؤسسة واحدة محور المقاومة يكون عنده قناة هي بحجم السي أن أن لازم يكون عنده جريدة بحجم نيويورك تايمز لازم يكون عنده غرفة عمليات إعلامية تقعد فيها العقول وتطلع كل يوم خطاب وتعممه ويطلعوا الناس يحكوا على التلفزيونات خط المقاومة وخط فلسطين من موظفين؟ نحن منتدى سيف القدس واحدة من مؤسسات هذا الخط بس نحن ما حدا لا طلب مننا نعمل منتدى ولا حدا بيتابع المنتدى وبيقول له لازم ومش لازم ولا مننفع تقرير لحد ولا مناخد تعليمات من حدا ولا منحط حدا بالصورة وإذا طلع مع الواحد مننا فكرة ممكن تفيد قيادة المقاومة أكيد ما بيدخرها لكن ما إلى علاقة المسألة لا بمنتدى ولا بغير منتدى قبل المنتدى وبعد المنتدى نحن جزء من هذا المشروع المقاومة لكن عمقول عشرات طيب منظومات المقاطعة اللي هزت الكيان الاقتصادي للشركات الداعمة لكيان الاحتلال هون عم بيحكي اقتصاد لأنه بيجي حدا بيقول لك بس بالعقوبات هني قادرين عظيم اقتصاديا تعي خيل النائش قداش ادرت العقوبات تغير بموقف روسيا صفر قداش ادرت تغير بموقف ايران صفر قداش ادرت تغير بموقف سوريا صفر لكن العقوبات التي فرضتها الشعوب على الشركات المساندة لكيان الاحتلال اجبرت هذه الشركات اللي منها بلشت هلا تتبرأ من المساعدات التي تقدمها للكيان وبلشت تغير بهيكاليطيتا وبلشت تكتب بيانات وبعضها بدوا يقدم مساعدات وعم يعرب تقديم مساعدات من اجل غزة انه بس ارضوا عننا يا خي وشيلونا عن لاحة المقاطعة وبالتالي بالبعد الاقتصادي هذه المقاومة الاقتصادية الشعبية هلأ الطلاب اللي بالجامعات الامريكية شو عم يطلبوا وقف الاستثمارات نحن ما كنا بنعرف حجم طلعت المعادلة انه في مانحين بما فيهم الدولة الامريكية مش بس الشركات ليبعتوا لا اسرائيل فلوس وما يتحملوا تبيعات على هالفلوس كيف بدك تبعت لا اسرائيل مصاري بيشيلها من الارباح وبيخسمها من ضريبة الدخل لما بيعطيها للجامعة بتروح الجامعة بتعمل فيها ابحاث لحساب اسرائيل بتطوير الطائرات المسيرة بتطوير برامج التعرف على الوجوه بتطوير برامج التجسس والملاحقات وبالتالي جاء الطلاب وفتحوا هذا الملف ولهلأ في خمس ست جامعات وافأت ببريطانيا في جامعة بامريكا في اربع جامعات وهذه مقعة زيت ستكبر وكرة ثلج ستتدحرج طيب هذه المقاومة الاقتصادية الشعبية والمقاومة الاعلامية الشعبية وجبت مثالين حرب الرواية بعض الطوفان وبالمقاومة الاقتصادية المقاطعة والطلاب هو ما بيقولوا انه احد اكبر مصادر قوة مقاومتنا الاعلامية والثقافية والفكرية لا مركزيتها لا تنظيمها تنوعها التطوع فيها التوسع التوزع لذلك ما نجيب النموذج الغربي انه هلأ بلبنان في 200-300 واحد بيتفعولهم بين دول الخليج وبين الامريكان السفارة وكذا ليبخوا على المقاومة سمومون طيب هو ما كان بيعطون تعليم الصبح وبمشوا نحن مش مكنا نحن مش مكنا نحن مش موظفين لذلك نحن خياراتنا أصيلة مع المقاومة لكن نجتهد عشان هيك بيجي حدا بيقول لك سمعت فلان شو حاكي يا خي مكن لجمي يقول هيك والله العظيم هذا موضع فخرنا هذا التنوع هذا التأكيد على الإرادة الذاتية التلقائية التي ينطلق فيها كل مننا حتى لو أخطأ في شيء فهذا تعبير من تعبيرات أننا أمة أننا نعبر عن نبض أمة أننا ننطلق بدمائنا التي تغلي من أجل فلسطين وليس بما تأتي به التعليمات من هنا ومن هناك وتغطيه الأموال والنفقات وسواه من هنا ومن هناك وبالتالي أنا أدعو إلى شرح هذه الفكرة ودعوة الناس دعوة شبابنا دعوة ناسنا أنه لا تحطوا النموذج الغربي في المعركة الثقافية والإعلامية وأنه مظبوط نحن متفوقين عسكريا بس نحن مش متفوقين إعلاميا نحن متفوقين عسكريا بس إني أقدر اقتصاديا نحن متفوقين عسكريا بس إني أقدر سياسيا أنا شخصيا أتحمل بالمعنى الفكري مسؤولية القول هذا غير صحيح نحن متفوقون عسكريا ومتفوقون سياسيا ومتفوقون اقتصاديا ومتفوقون إعلاميا لكن شكل المقاومة لا يشبه شكل الدول ومرتزقتها وعملائها ولا يشرفنا أن نستنسخ طريقتهم في الأداء نستخدم وسائطهم وتقنياتهم وما هو إيجابي من منجزاتهم لكن ليس على طريقة الاستنساخ